أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ضرورة قيام الدول النامية بالتحرك بشكل جماعي وحثيث من أجل مواجهة التحديات العالمية للإبقاء على خطواتها المأمولة والطموحة نحو تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وجاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب خلال مشاركته في أعمال الندوة البرلمانية رفعة المستوى لبرلمانات الدول النامية تحت عنوان تعزيز التبادلات والخبرات البرلمانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعقد في الصين بتنظيم مشترك بين البرلمان الصيني والاتحاد البرلماني الدولي وبمشاركة عدد من رؤساء البرلمانات وصرح رئيس مجلس النواب أن التحديات المتشابكة التي يشهدها العالم باتت تهدد بشكل غير مسبوق مكتسبات العالم التنموية ومقدراته مشيرا إلى أن مصر أدركت الحاجة الملحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على أجندة وطنية طموحة تهدف بالأساس لحوكمة الجهود التنموية المصرية في كافة المجالات فأطلقت رؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر